اشتركوا في القناة وقد تقدم معالي رئيس مجلس النواب واصحاب السعادة اعضاء مجلس النواب باسماء ايات الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة على هذه التوجيهات الكريمة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين وتحفظ تطلعاتهم وتلبي رغباتهم لضمان العيش الكريم وتقديم افضل الخدمات واكد اللقاء على اهمية الاستجابة السريعة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوجيهات الملكية وسرعة الانتهاء من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وفقا لما يتطلع اليه شعب البحرين الوفي ويضمن تنفيذ التوجيهات الملكية بادراج كافة المبالغ المتصلة بشؤون المواطنين في بنود الميزانية وبحث الحضور في اللقاء التحديات والظروف الاقتصادية التي تعانيها البحرين واكدنا ان توجيهات جلالة الملك المفدة حارست على عدم تأثر المواطن وبشكل مباشر في كافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة في تقليل المصروفات وترشيد النفقات مع ضرورة تنويع مصادر الدخل لما يعود بالخير على الاقتصاد الوطني وأكد الحضور على التعاون المثمر للحكومة المواقرة برئاسة صاحب السموك الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقر معربين على ماذ بذلته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من جهود مخلصة ومستمرة في تحقيق تطلعات المواطنين